وقعت كل من الكنيسة القبطية الأرثوزكسية ووزارة البيئة بروتوكول تعاون لتعزيز العمل مشترك في مجال القضايا البيئية وقد أكد البابا توادرس الثاني باتريارك الكراز المرقوسية أن البروتوكول يأتي ضمن حرص الكنيسة القبطية على القيام بدورها الوطنية ومسؤوليتها تجاه القضايا العالمية والمجتمعية ودعمها أيضا لاستراتيجية مصر الوطنية من جانبها أثنت وزيرة البيئة على جهود الكنيسة القبطية والتي تبذلها من أجل دعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة ومواردها